ومتبعة للمفاوضات المسعى الأمريكي الوساطة تنضم إلينا مباشرة من واشنطن مراسلتنا أمينة سريري أمينة كيربي يعلن بأن الاتفاق بات قريب كان هناك صمت أمريكي بشأن هذه الوساطة تتحدث الأطراف الإسرائيلية بين الكرة باتت في ملعب حماس هل حسمت واشنطن هذا الموقف؟ روبير انت معنا في التصريحات والمواقف الأمريكية من مختلف الإدارات سواء الخارجية والبيت الأبيض وحتى مجلس الأمن القومية تابع للبيت الأبيض يمكن قول بأن الموقف الأمريكي لم يراوح مكانه ولم يختلف الوضع عن التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه عندما قال بأن صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق لكن لا يمكن القول بأن هناك اتفاق حتى يحصل هذا الاتفاق جون كيربي قبل قليل في إجاز لبيت الأبيض لم يختلف في تصريحاته عن ما قاله بايدن وما قاله مسؤولون أخرون وهو الاقتراب من التوصل إلى اتفاق هذا أمر لا تنفيه الإدارة الأمريكية وعلى أي لا يتوقع عادة من مسؤولي الإدارة سواء كيربي أو حتى متحدث باسم الخارجية الأمريكية الذي يتحدث في هذه اللحظات في إجاز الإعلان عن مثل هذه الأشياء صفقة مثل هذا النوع في الإجازات اليومية يصدر الخبر بشكل مفاجئ نقلا عن أحد المسؤولين إن لم يكن عن مسؤول عينه سواء أو زير الخارجية وحتى بايدن نفسه لربما قد نتوقع ذلك الخلافات صحيح قالت الإدارة الأمريكية إنه تم الاتفاق بين الطرفين على الخلافات الجوهرية الأساسية هناك فقط بعض النقاط اللوجستية التي ما يزال الخلاف بشأنها وهذا أيضا ما كان الجانب القطري الذي يقوم بدور الوساطة في هذه الصفقة بالإعلان عنه لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية الأمر منوط بالجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني ممثل في حركة حماس لكن بحسب التسريبات التي صدرت عن وسائل الإعلام الأمريكية والتي استفردت كل واحدة منها بالكشف عن النقاط هذه الصفقة يبدو أن هناك عدد من الخلافات الجوهرية بالنسبة للطرفين سواء حماس أو حتى إسرائيل مسألة دخول الشاحنات إلى قطاع غزة العدد الذي كشفت عنه وسائل الإعلام بحسب شروط حماس يتراوح ما بين الأربعمائة إلى خمسمائة شاحنة يوميا بما في ذلك إدخال الوقود إلى المستشفيات حتى هذه اللحظة إسرائيل وبحسب نفس التسريبات تقول بأنه من المستحيل أن يدخل هذا العدد بشكل يومي إلى قطاع غزة نظرا إلى عمليات التفتيش الأمنية العالية التي تشمل هذه الشاحنات في معبر رفح قبل دخولها إلى قطاع غزة وهذا ما يفسر العدد الصغير الذي يدخل إلى غزة وحتى بحسب الأرقام التي صدرت قبل قليل مئة شاحنة فقط دخلت قطاع في نهاية عطلة الأسبوع الماضية بالتالي الوصول إلى هذا الرقم ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر يبدو صعب المنال بالإضافة أيضا إلى عدد الأسرى الذين تريد إسرائيل من حركة حماس إطلاقهم على مرحلتين خمسين في المرحلة الأولى ويتم النقاش بخصوص المرحلة الثانية مباشرة من واشنطن الزميلة أمينة سريري